الحجاج بن يوسف الثقافي أمر بالقبض على ثلاثة أشخاص في تهمة وأمر بوضعهم في السجن ثم أمر عليهم أن تضرب أعناقهم وحين قدموا أمام السياف لمح الحجاج امرأة ذات جمال تبكي بحرقة فقال أحضروها فلما حضرت بين يديه سألها الذي يبكيك فأجابت هؤلاء الذين أمرت بضرب أعناقهم هم زوجي وشقيقي وأبني فلذت كبدي فكيف لا أبكيهم فقرر الحجاج أن يعفو عن أحدهم إكراما لها وقال لها تخيري أحدهم كي يعفو عنه وكان ظنه أن تختار ولدها خيم الصمت على المكان وتعلقت الأبصار بالمرأة في انتظار من تختاره ليعفى عنه فصمتت ثم قالت أختار أخي ففوجئ الحجاج من جوابها وسألها عن سر اختيارها لأخيها فأجابت أما الزوج فهو موجود أي يمكن أن تتزوج برجل غيره وأما الولد فهو مولود أي تستطيع بعث الزواج إن جاب الولد وأما الأخ فهو مفقود لتعذر وجود الأبي والأم فذهب قولها مثالا وحكمة وأعجب الحجاج بحكمتها وفطنتها فقرر العفو عنهم جميعا سبحان الله الخلاصة الأخ لا يعوض ولا يشعر بقيمة الأخ والأخت إلا من فقد أحدهم فحافظ على العلاقة بينك وبين إخوتك لأنها شيء الذي لا يعوض وإن فقدتها ضاعت بين هديك فبعث رسالة ود لكل أخ أو أخت لك الآن ولا تؤجلها لربما هو بحاجة لها الآن ترجمة نانسي قنقر